اهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثالث والأخير من حلقة النهاردة قبل الفاصل سألنا سؤال مهم جدا ايه هي النصائح اللي ممكن تساعد على التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة في الاول لازم نكون مقتنعين ان طبيعي جدا اكتساب وزن زائد خلال فترة الحمل والحقيقة ان الموضوع اللي اكلم حضراتكم في دلوقتي هو استعادة الوزن الطبيعي بعد الولادة من الموضوعات اللي ممكن اعتبارها فارقة في حياة ملايين ان لم يكن مليارات يعني من الامهات لان ببساطة في عدد كبير جدا من الزوجات بيعتبروا ان الحمل والولادة كانوا هم الخط الفاصل في حياتهم لحالة الجسم قبل الحمل وبعده تمام بمعنى ان هم بيتعاملوا مع وزنهم السابق على الحمل على انه ذكرى يعني مش هنعرف نرجع له تاني او موضوع انتهى امر وبقى خلاص في مرحلة جديدة بقى من حياتنا هي مرحلة الجسم ما بعد الولادة واللي غالبا ما بيكونوش فيها سعداء بشكل جسمهم ده لكن الانصاف قبل العلم يعني الانصاف والعلم بيخلينا نقول ان في ملايين غيرهم بيملكوا من الارادة والطموح ما يكفي ان هم يسترجعوا تقريبا شكل جسمهم ووزنهم اللي كانوا عليه قبل الحمل على فكرة الحكاية صحيح مش سهلة لكنها في الوقت نفسه مش صعبة او مستحيلة كل اللي عليك فقط تطبيق المعلومات والطرق الصحيحة وقبل ما نقول لكم نصائح عن التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة عايزة نبه حضراتكم لحاجة مهمة جدا وانسانية جدا في يا جماعة سيدات شغلها ونمط حياتها معتمد على الشكل زي الفنانات مثلا زي عارضات الازياء تمام كده الامر الواقع ان الناس دول بيحاولوا يخفضوا وزنهم بطرق قد يكون فيها بعض التطرف او القسوة بعد الولادة وطبعا ده مش صح يا لكن ده اختيارهم عشان كده اول نصيحة احب ان حضراتكم تعرفوها ان مش لازم تحطوا قدام عينيكوا كده امثلة وتحاولوا تقلدوها او تتبعوا نفس اسلوبها بكل تأكيد انتم ممكن تحصلوا على نتائج مزهلة ويمكن نفس النتائج المثالية بس عارفين ايه الفرق؟ الفرق هيكون في طريقة خفض الوزن والمدى الزمني اللي المفروض ده يحصل فيه واول واهم النصايح اللي حب اقولها لحضراتكم بقى في الموضوع ده هي ان كل الاراء الطبية اجمعت كل الاراء الطبية اجمعت على ايه؟ ان المعدل المثالي لفقدان الوزن بعد الولادة ها؟ لا يجب انه يتجاوز تسعمائة جرام في الاسبوع يعني اقل من كيلو واحد في الاسبوع خدتوا بالكم انا قلت ايه؟ يعني بقى الدكاترة والحاجات اللي بتتنشر بقى على الفيسبوك وعلى الانترنت وبتاع والدكتور فلان والدكتورة فلان اللي بتخفض 3 كيلو في الاسبوع و10 كيلو في المش عارف في الاسبوع ده كل ده غلط كل ده غلط معدل خفض الوزن انا بتكلم بشكل عام بصفة عامة ما بتكلمش عن الحوامل ده انا بتكلم بشكل عام ان معدل خفض الوزن بالطريقة مثالية وصحية لا يجب ان تتجاوز تسعمائة جرام فقط في الاسبوع تمام؟ وعلى فكرة بقى احب اقول لحضرتك حاجة استنادا للمعلومة اللي لسه قيلنا لسه قيلنا حالا قبل الفاصل ان بمجرد عملية الولادة الجسم بيفقد حوالي خمسة الى ستة كيلو جرام ودول ايه؟ دول بيمثلوا الجنين والمشيمة والسائل الاميوني وبتفضل بقى الزيادة المصاحبة للحمل على اتم الاستعداد للانخفاض لما نتعامل معها بهدوء ووعي في بعض الدراسات الطبية الحديثة جدا بتنصح ان فقدان الوزن الزائد اللي كان مصاحب للحمل ها ركزوا بقى يفضل يعني افضل يعني يفضل انسى بطريقة لفقدان الوزن ده انه يحصل على مدار تسع شهور تالية للحمل بمعنى اخر الوزن ده مش زاد خلال تسع شهور يقل خلال تسع شهور انما هي مش سحر مش وزنك هيزيد خلال الحمل خلال تسع شهور وتيجي فجأة كده عايزة تخفضي وزنك في شهرين ولا في ستة اسابيع ما غلط مش هينفع الفقدان السريع في الوزن ممكن يؤثر سلبيا على القدرة على الرضاعة الطبيعية والجديد بقى انك تعرفي ان ممارسة الرضاعة الطبيعية في حد ذاتها احد وسائل تخفيض الوزن هتقولولي مش معقولة اقولكو او الله لان الرضاعة الطبيعية بتستهلك على مدار اليوم حوالي خمسمائة سعر حراري ما هو الخفض الوزن بيحصل من ايه ان فيه فود ان تيك او فيه اكل والاكل ده بيتحرق تمام الاكل احنا بنكله علشان يدينا طاقة نعمل المهمات المطلوب مننا في الحياة مش المهمات الشغل لا يعني التنفس والكلام والنوم والصحيان والتركيز وان احنا نمشي ونقوم ونقعد ونعمل كل حاجة صحيح كده لو اللي داخل قد اللي بيتحرق وزنك مش هيزيد انا بتكلم بشكل عامي يعني داخل بيبقى بيتحرق اقل صح يعني ان انت بناكل وبنتحرك قليل فيقوم وزننا يزيد بناكل حاجات كتيرة وغلطوا بتاع وبنبزلش مجهود كتير وهكذا صح كده طيب تعرفوا بقى ان الرضاعة نفسها بتستهلك حوالي خمسمائة سعر حراري يعني الرضاعة الطبيعية وسيلة من وصائل خفض الوزن من المعلومات المهمة برضو ان اكتر العناصر اللي بتاخد وقت للرجوع الى وضعها الطبيعي اللي كانت عليه يعني قبل الحمل هي الزيادة في حجم الرحم الرحم بياخد وقت للرجوع لحجمه الطبيعي وبيصاحب ده آلام وانقباضات خفض الوزن من خلال اتباع نظم غذائية مسموح ممكن بشرط انه يكون تحت اشراف طبي وما يكونش النظام الغذائي اشراف طبي محترم معلش ازود كلمة محترم وما يكونش النظام الغذائي ده بيعتمد على حرمان الجسم من اي عنصر من العناصر الغذائية اللي بيحتاجها جسمك وجسم الجنين اللي هو اللي انت بتردعيه دلوقتي بما في ذلك الدهون والكربوهيدريت على فكرة بس معلومة الوجه الله مفيش دلوقتي في العالم كله نظام غذائي يقول لك ممنوع الدهون وممنوع العيش مفيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها حساب الكميات فاهمين قصدي ممارسة الرياضة بعد الولادة كمان ممكنة ومن اساليب استعادة الجسم للقوام الطبيعي في فترة ما قبل الحمل بشرط الموافقة الطبية خاصة ان في حالات ولادة بتبقى ولادة قيصرية فمش هينفع تعملي رياضات معينة وانتي عندك جرح اللي ولادك قيصرية ماينفعش فاهمين قصدي يعني اجمالا يا جماعة خفض الوزن الزائد اللي كان مصاحب للحمل امر ممكن تعمليه ما بقولش انه سهل هياخد وقته بس تعمليه وتعمليه بتركيز وتبقى اهم حاجة الهدف واضح قدامك زي ما قلناه خلي القاعدة دي قدامك